موسيقى 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 وديت الصينية يا ماما الخلطي صبرة تسلم يا حبيبي محشي موسيقى موسيقى أم مينا بعتلينا المحشي ده يا أم أم مينا تسلم ايديها طول عمرها صاحبة واجد بولك ايه يا بطي يا بنتي تعلي يا حبيبي تكمل الأكرح سرجل من شيلان عايزة خشة صحة بوكي يلا يلا حبيبي الله انت صحي يا أمين صدق الله العظيم ايو صاح يا صبرة وإلا شاء الهموم زي حالات يجيلونهم ان شاء الله ربنا مش هيجيب همه أبدا ربنا يفرج الهموم قادر يا كريم عمين يا رب يا رب عمر فين أدم وعمل أدم لسه في كل ييته وعمل لسه ناي وفين يحيا بيلعب كرة في الشارع يا دي كرة كل يوم لعب كرة يا خوية ما تسيبه يلعب تفكر نفسه أبو تريكا ولا ايه؟ يا خوية اسمع نبقك ربنا يبقى زي أبو تريكا قادر يا كريم يا رب اه ايو دلعي انت فيهم كده لحد ما يبوزوا ان شاء الله يا خوية تدلعوا في حياتك ان شاء الله خليك انت اه الله العظيم اهلنا سامية ازيق يا ابو الحمد لله بنتي انت طويس؟ الحمد لله عامل ايه في الحمد؟ الحمد لله عايشة سامية حبيبتي ازيق يا ابو وحشتين وانتي كمائي زيق حبيبتي ازيق يا ابو؟ الحمد لله بنتي اما الفين بطة؟ بطة طلعينها في المطبع اغيثونا طب انا هقوم اشوف الاكل لا خليكي وانا هشوف طب انا هصح عامل بقى عامل معامل ايوه ايوه اصحى بالبال لماذا تلعني الكافيو دي؟ ايوه انا بتوضيه بتوضيه ايوه اصحى بالنزل يلا يا ابن هنا يا. تسروا مرسيدس. تعتينوا وجد المحل دي بكام? ولا ده بكام? ولا ده? احطيكوا على الله ما فيش كورة يلا الكورة دي هتقطع وقعتي. علش ونبقى عمد دي سهات الكورة. فيش كورة يا ابني يلا احطيكوا على الله. يلا. احطيكوا على الله. يلا يا ابن هنا الا احطيك على فائد. اخوك يا ابن خاني مع الديس اخوك يا ابن خاني لا لا. ولا ولا. الوقت اللي عادم له دوجب بعد كده. ومواقفتش تديره تعظيم سلام هطلع عيل اهلك فاهم? ماشي يا ايادة. ما خلاش ادي يا جدعة احنا في ربطان وخلّى عندك جمّي خلاص يا عدم حق عليك وانت بقى لو حد بقى معاك تاني ومخزقتش عنيه هعادك فوق مع اخواتك بقى الحريب ما تشوفش الشرع ده تاني ايه بقى ليك يا أبوهادم انت لو كنت تأخرتش ياه كنت جيت لقيتني معاليه على باب المحل جدعة يا عدو بتحيلو هاي خلّى يا عدم بقى يلا جد عدو صوتها دي كلو حشفيت ايه بدا وشلّنتوا عاملين هدي انتو مش عارفين ان فيه ناس نايمة ولا ايه باشو جوا يا بيت بيت تمت بيتك تقول لي كده على اساس ايه يعني انا ولا مراتك ولا خاطبتك ولا حتى قاري فاتحتك علي انا كده بقى حبيبتي بغيرة على اهل حتاتي كلوه باشو جوا يا ام فاروق حاضر يا قدم يابني اه بس قد في تدائيل اصحاناك وقا 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 اللهم لك يا صمت وعلى رزقك افترت صمت وافترت الجهوات بقى عملينا فيها بالتاجية كان مين فيكو سبب الخناء آدي ما بيحيا خلص عمامين صحياتك معا معليش هو مش عامل كيه تاني مش عاملش كيه تاني يا قلق ايوان كلني كلني يا ادم وكلك ليه ابا بس ما صفره مليان ايه انتي مجيتيش تبطالي معانا مبارح ليه؟ انتي عارفة يا بنتي حمادي ستة كبيرة وما ينفعش يا سيبها انا ما صدقت اختها جيت فقلت اجي افتر معاكم تستعوات يا بيت ما بيتك وورانا بشارعين ولا انت عايزة عبدو جزك با يقول ان احنا مصدقنا اخلصنا منك عبدو ملك يا سامي فيك اي حبيبتي مفيش يا با عبدو تخنق مبارح في ليبيا محبوس من مبارح ايه؟ محبوس ربع الفرق اللي قدامك ده يا صبر بتقول لك جزة تخنق ومحبوس هات الشربة دي يا بط وهو تخنق ليه؟ هو راح يشتغل ولا راح يتخنق؟ ما عرفش يا با انا كل اللي عرفوا ان واحد كلمني مبارح في التليفون وقال ان عبدو عوّر واحد وبيحققه معاه ما يحاولوا ولا اخوة الا بالله العلي العظيم وده وقته يا بنتي انا مش كفة يما اعمل ايه؟ اجيب فلوس الولادة من ايه؟ طب وعبدو مش عامل حسابه ويبعاتلك فلوس؟ جناوي بس ما بعدش ما بعدش ليه ان شاء الله؟ ما عرفش يا با انا ما عرفش حاجة حتى مش عارفة وصله ازاي ازاي الوحش على الحوامل؟ كل مولود بيجي برزقه وعليش يا سامحة بت ان شاء الله هتتزبط بس اهم حاجة دلوقتي نتطمن على العبدك ما تقيل ايش يا حبيبتي ان شاء الله كل حاجة تتضبر ان شاء الله هحاول كده اخوشيلي الجامعية وان شاء الله هتضبلك مصاريف الولاد ما تقيل ايش يا حبيبتي جامعية؟ هتتسوع الجامعية كل شهر منين ان شاء الله؟ يعني حاول اشتغل كده كان فستان زيادة وربنا سهلها قول بس انت يا رب لا اله الا الله كان فستان زيادة ازاي؟ ازا كنت انت مكفية على المكنة للونار هتعمل ايه هابتر من انت بتعمل ايه؟ دي منتينة برضو يا عمين ولازم نقف جنبها ايه وهي مش لها راجل يقف جنبها ويساعدها؟ ولا احنا مكتوب علينا ان احنا نجهز ونجوز وهم يجيبوا عيال وفي الاخر يقف قربزنا احنا برضو خلاص يا عمامين في ايه بقى واحد الله؟ لا اله الا الله يا سيدي لا اله الا الله مش كفاء علينا خالك؟ حاطت ايديه في مية بردة ايه انت مدفعش حتى تامل الربصه اللي بيقصد بيه غياراته؟ رايح فين؟ خلاص طب كمل فطارة خلاص نفس السدد ايه حول ولا قتل لها العجل العظيم تزعليش يا بيت سامينا انت عارفة مفيش اطيار من الموكي ما عارفة برضو انه بيطلع يطلع 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 معاني ما عافش ينزي هو ما جيبه انا عايز هو ما جيبه انا عايز هو كي يا بيت يا نعم بسحك الله العزيز يا ربك يا ابا ايه يا اه؟ اه palavra ارعب يا هاف أده هو ده اللي قطاعهم ما اطلعهم. تاب اللي هو الواحد فيكو بيقى رفلعة. لاتوا كرة بيقى تعالي. تعالي. حشود شوطة واحدة. راحتك يا جبير زنك لسه مدد ديسة علقة تمام. تمين يا. بقول لكم ايه. فيد فيكو بيقى فيه وفجون حلو. ما فيش? حشود شوطة. اللي حصودها هتديله خمسة جميع. انا عايز اقولك على حاجة. يا ابن المحظوظة يا سيس. ويليس. ها مركز? متركز. ايه اللي بسيطة عنك. ايه اللي بسيطة عنك. ايه اللي بسيطة عنك. ايه اللي بسيطة عنك. مترطيرك يا ادم ده ما جاتش من اللي وقفين على الناس. تعالي الفي الادب عنك. ايه. ببنا يخليك يا حبيب. مرح فين ده. انت كنت فين? بقص لو مفاتح. هو انا مش قلتلك استناني. ايه بيت الشخصية الشارسة دي. مش قبل الفطر انت مش جوزي انت مش خطيب ملكش الكلمة علي. وبعد الملك زالقاطر كده. انت حتلبخ ولا ايه? مش هلبخ اخيها عمي. ايه. بتعزاني فيه. انا هو انت لو تعرف انا عايزك في ايه? هتقدر. في ايه بقى? كل سنة وانت طايد. ده العيد بعد بكرة دي. ده مش العيد. ده عيد ميلادك. سديك وانت ناسي يومتي الوحيدة اللي افتكرتي. هو انت معدكش نتيجة ولا ايه? لا والله. 29 اثنين. اليوم ده انا لو ممكن انساه. ده بيجي مرة كل 4 سنين. ايه فعلا. سنة كبيسة يعني. اهو اليوم الزيادة ده بالنسبة لي احلى يوم. انت بقى ستة يا عيد ميلادك كمان شهرين. ليت علي يجيب لك حتة هداية بس مش هحر اهلك دلوقت. ايه ده? انت فاكر يا عيد ميلادك يا عيد ميلادك. عيد ميلادك ده تنسي يا عبيطة. وانان انسى برضو سندوشات المساقعة والمفتاقة اللي امك كان بتعملها لنا. سندوشات مساقعة ومفتاقة ايه? هو ده اللي انت فاكره. نهزر معاك يا عبيطة. والحلاوة والجبن الرومي والزتون. يبتي لي ايه بقى? سداج جاكت ده اصليك. بجد عجبك? اه والله. يا رب يطلع مقاسك. هيطلع مقاسك. بعدين انت زوجك حلو يعني. لازم اجيبني. هلو? مقاسي ها? هنفع الظابط ها? شكرا انا هنا. وانت بقى بيت مش هنفرح لك بعريس بقى ولا ايه? كبرت كده وحلوتي ومنفعش تسابي بقى كل ده. ليك علي بقى يوم فرحك لازواغ لك الفيس بقى وادوك كوافر بنفسي. طيب هاني. حامش انا بقى عشان متأخرش على الشوق. بالنسبة للشانطة دي بقى اتخليها معاك عشان هي الملادي الجاي. خد يا ادم. الطلب ده توصله بسرعة تلاتة شارع الانوار. ايه ايه. تلاتة شارع الانوار? ما عافين انا عم عفيفي من التوصيلة دي. ده تابع منطقتا. يعني انت لازم توصله. ما المصيب انه تابع منطقتي. ونبع عم عفيفي. عافين انا من التوصيلة دي احسن. احنا في العشرة اواخر واحد ما يجباش عايز يعني. يخرج عن شعوره بقى انت عارفت انها زحمة وكده يعني. بقى لك العشرة اواخر بالتوصيلة عم هذا. وانت مال اهلك قد يا سيرس انت بقولك يا لا. لما تزبطش معي شايف السيخ ده. عليش عم عفيفي. تخل ايدي انا اللي منزلو مش عايز ايدي. لا يا ادو انت حساس قوي وكلك شعور. انت بتاخد رأي ولا ايه يا عفيفي. ما تودي هادي الطلب بضر مقطع عمك امراية الترش. ما تمنع عن المصروف احسن عم امرتادة. ادو معلش وصله عشان خطر. هاوصل الصور ادعش خطرك ايدي. شكري ايدي. الودة رقم اوه عفيفي ولا انا بتحيياتي. ادو من دماغه ناش في حبتين بس هو جدع طيب وابن حلال. موسيقى 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 المترجم للقناة 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 اتأخرت ليه يا بابا؟ انت كده حتأخرني على المحاضرة لا كله إلا المحاضرات انت عارفة السنة بتوقف عليها بكاما؟ طب ايه دك على ميت جنيه؟ ميت جنيه؟ ليه كفال للشار؟ أصلاً يا بابا في فستان عجبني قوي وكنت محاوشاله ومش ناقصني غير ميت جنيه فاضل ميت جنيه؟ ليه؟ مال الفستان إن شاء الله تمان وكاة حوالي ربو مية ايه؟ ليه؟ فستان معمول من الدهب؟ ايه يا عم عبيد؟ ده في فستان بتعدل ألف والألفين الله؟ نبي ياختت نقاطينا بسكاتك بلا تقول دم يلا يا بابا بقى هات الميت جنيه طب ما تراجع نفسك يا عنا؟ أراجع نفسي في ايه؟ يعني تيه عندك فستان كتير ده أنت عندي جي جي خمس بقولك ايه يا بابا ما تخصمهم من مصروف في الشهر الجاي وما هم من غير ما تقول يوه كده كده كان عيحصلوا ملكة في كلمة طب يلا بقى هات الميت جنيه طب أقولك ما تجيب التلطمية اللي انت محوشاهم علمية اللي أنا حدهم لك وافتح لك تغطر توفيه الفستان يعني الفستان طب ما كفاء خمسين بطل بقى حركاتك دي يا بابا عمري لله يا منت الحيلة اللي طلعت بها من الدنيا تفضلي ايه دول يا بابا مديني ميت جنيه خمسات انت مش هتبطل حركاتك دي ايه كل خمسة فوق خمسة عشان البيت اللي معاك دي واضح اللي عنها مطورة والعين فرقة الحق ماشي يا بابا سلام 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 يا اخت اختر معارف بيت توتال عيدة مخرومة جميلة مع انه مها بخير سلام انت اعوضوا عهديني فوق اخارت ليه مرزوق انا دقيقة وكنت ماشية هامل ايه بس يا بطة كنت في الشغل ومش عارف اخلح طب ما انا رانيت عليك كذا مرة وسمعيك عملت اتكلم مع حد وعمل اقولك قالو قالو ممتردش علي هامل ايه بس الزبط كان واقف على دماغي ومش عارف ارد روح تفتح عليك وقلت ايه ممكن تسمعني وتفهم خلاص اعدي هالك المرة دي لا قبل ما اتعديها فيه حاجة مهمة اقو عايز اقول هالك ايه؟ بحشتيني انت كمان بجد؟ بس بجد بقى عايز اقولك حاجة بجد بجد قوي يعني المرة دي ايه؟ بحبك ايه؟ مش معنى؟ مش معنى؟ عشان انت بيت جدعة وبميت رابي بس كده؟ لا بس كده ايه؟ عشان انت حلوة حلوة قوي زي القمر وابوت فيك ايه؟ 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 ما شاء الله مش لسه مجار عربية الشهر اللي فات كل شهر بيجار عربية جديدة ايه اكبر فيه يا عم انت؟ انا العربات دي هويتي وبعدين دي لعبة الكبار يا عم ده اقلو حرامية ومعهم فلوس كتير اللي بيتوا انقزازي حبوب وبعدين ما انت خلق يعني اكبر حرامي في مصر القديمة يا عم ده يا عم مش خالي انت هتحور كمان ايه؟ ايه؟ الزيبون لسه ما اكتشافش ان انا مونيكا اللي بتشتغلها على الانترنت توقع تفضحني يا صحيحة وليد انت ابني محظوظة البيت زي الامر انت معلع على الفيسبوك مونيكا دي هموت واعرف عجيبة فيك ايه؟ اوه انت مشوفتش بقى بتخيل بقى ادم انا بالصياعتي وخبرتي والاوبشنز اللي عندي دي مش عارف علق بيت بوزة زي دي بتعلي مونيكا؟ مونيكا بقولك ايه انت بتعمل معا حاجة بقى كده ولا كده وصلتوا له ايه يعني؟ الموضوع بقى يعني بقى كتير قوي يعني فلت اه؟ فلت منك كان عندك معاد انت معايها بقى اعملتوا اللي انا مونيكا الساعة مين تفكرتني تفكرتني بالمعاد ده انا لازم اطير دلوقتي حالا ان هي قاعد على نار مستنياني بصد كنتوا بقى كملوا الحوار بتاع الحوار صحابها بقى حباد صحابها يا الله سلام يا جمال شير انت بقى بس قاعد اخبط فيها حاجة وانت طاير نمر من اللذيب بقولكوا ايه صحاب ايه عجب؟ انا مش فاهم اي حاجة من الاستلياني اللي طلب الدكتور ده ولا حاجة الدكتور عازني اعمل استطلاع رائع على اكبر مشكلة بتقرق المجتمع المصري اكبر مشكلة بتقرق المجتمع المصري اهلا بس اهلا بيك ازايك انا مش عارف بس ايه اللي طلحها في دماغك لنانتي نجيبينو الضرقه نهاردة عشان هانيمون يا حبيبي انت مش فاهم هناك الشمس جامدة قدي مش عارف ليه نحسسان يا نانسي ان احنا هنطلع على هانيمون ده نكسر الفيزا بتاع التايلاند ونعمل هجرة غير مشروعة جو ايه تعال عايزك ها حلوة دي حلوة طيب مدي برضو حلوة كلهم حلوين يا نانسي ايه اللي كلهم حلوين انت ايه مفيش رأيي خالص كده هو عشان بقول كلهم حلوين يبقى مفيش رأيي خالص طب ماشي يا ستي كلهم وحشين كده يا جو اوكي انا هشتري واحدة سودة عشان انت بتكره الاسويت لا نانسي عشان خطري بلاش الاسويت عشان خطري ايوة كده استنى بقى عشان هزكتي اسحك ده عملي ايه يزدي كده ايه ها حلوة حلوة اوي حلوة اوي احب هات احب محلو في المحل اه صحيح طيب اخلق بغضا شوية حال جوبة اه مش قادرة أصدق أنها أخيراً كاملت وبجد طلعة ضحفة لا ما خدتش بالك بقى من الصفرة جات وتفرشت هيك إيه ده أنت حطتها شفت مكانها هنا أحلى إزاي خلاص يا سيتي بقى ما أنا حطت عليك ما جمع أنت عايز تعالي بس هوريكي حاجة تفاجأ جندا جندا طفرها براحة جيد هتفضيكي حاجة جندا جندا كمين ترسمي النهار إيه رأيك في المفاجأة العظيمة دي؟ شفاهم فين المفاجأة؟ إيه التلاجة ما جبناها وكاراتين وبتاعها بجد؟ لا تصدق مفاجأة رهيبة فعل؟ تل واحدي كويس أنا كملتل واحدة أجمعكش حد يا طيب يا تكسيفيني على طول هتفضي تكسيفيني على طول كده بقولك ما تيجي نبات هنا النهاردة تلمي طب بوسة طيب تلمي يا جون كلها كم يوم محدش هيقول تلمي فاهمة؟ كمان كم يوم مش دلوقتي بموت فيجي أنا ننسي كم يومي كم يومي هلو تلقي الله ما روح للشغلة لي يا عامر ما ليش نفس هروح النهاردة ما لكش نفسي يعني هي رحلة يعني هروح أعمل إيه؟ بروح أكل سندود شايات وأشرب في الشايات ونم على زمايلي يعني إيه؟ فيش حاجة مهمة طيب قولي الحمد لله بقى إنك أنت مش عاطل أنا عاطل برضو عاطل لصبرة بس بمرتب طيب إحمد ربينا بقى النوم بتدولك مرتب على كده أنا داخل أنام بقصحوني على الفطار يا ابني أنت مذهقتش نوم؟ يعني عايزة أنا أعمل إيه صبرة تشوف لك أي شغلانة بعد الضهر؟ تزود داخلك؟ تضيع وقتك؟ شغلانة؟ أنا فاضلة أربع سنين ويبقى عندي خمسين سنة شغل إيه اللي حقبني دلوقتي في السن ده؟ وحتى لو قبلوني عاوزين شهادة جبرة صبرة وأنت عارف أختي الحكومة ما بتديش جبرة أيوة يا حبيبي بس يعني ما نفسكش تتجوز وتخلف زي ما خليق ربنا تتجوز؟ أنت بتقولي أحلام يا صبرة الأحلام دي من كتر ما طولت معايا بقيت جوبيز والله بقيت جوبيز يا صبرة بقوم مفزوعة منها طول الليلي أنا بقوم بلاقي دمعية علاقات بي مش حاسز بيها سيق عليك إنها بقصبر سيق عليك إنها بقختي بتقلب عليها بوالدي حبقى كويس حبقى كويس يا صبرة صباح الخير يا نانسي صباح نوري صباح في راجل أجنبي جوه عجباء قوي الكويتش البني بس عايزي غير القماش موكي تاني نشوف بس هو هبعاتي البينباك بتاعت المهندس مصطفى صرور أوكي هاي نانسي ريتشارد هبا سيت بليس هل تحبت المزيدين؟ شكرا هل تحبت المزيدين؟ هل تحبت معي، هل أنت مجرد؟ لا، في الحقيق قبيل فعا سيكون لديك تحبت المزيدين؟ أنا أتنب لكنني أريد أنت أتاقص بعمل لأننا ستتقل على هذه المزيدين أنا موحبا أنا أحبه أحب أنت تحبت المزيدين أو مقل أسفل أصبأ أعرف من الوقت المزيدين؟ كذلك ويوجد مستخدم حقا؟ هل تعلم أننا أيضا نقوم بإنطار التصوير؟ ماما، إنه جميل أنني أتيت إلى مكان صحيح لا أعتقد أنني أصدقائي، فقط أصدقائي حسنا، وأنا أريد أن أساعدك مرحبا، إذنك بأنني أريد أنني أصدقائي، وعندما يكون فتحسين مرحبا، اعتقد أنني أقضائك كيف حاجمو أريد أن أتكلم دائما، أريد أن تقنقائي ـ خيارات ـ خيارات كلساواتو تجون للجالة كمسابية عادة يا حلوة يا حلوة انت بصوت طابع هده بصوت طابع يا مينا امك عملت لينا شوية كحت عسل يا طهور بتلينا قصدت العيد كده بقى فاكر قصدت السنة الفاتف لتحبيباتي اتشعط كمينة بس بذبتك مش كان حلوة كانت حلوة والله خوشي بقى على بتاعت السنة دي عسس بحاجة مصمم اقتبني واقف لعبي بقى نسم نطاطي 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 ونفسي مكسورة وراضي ان فيك أعيش ولوللاي بلد غيرك هسيبك وما تزعليش نطاطي ونفسي مكسورة وراضي ان فيك أعيش ولولايا بلد غيرك هسيبك وما تزعليش ويمكن في يوم نتقابل واشوفك زي ما انا بأحلم ويمكن في يوم نتقابل وأشوفك زي ما أنا بحلم لكن دلوقتي سامحيني أنا بحلم بلقمة عيش يا ابن نزيل إيه ده بطاطي شعرك رحت وحشة شعرك ركيب بطاطك يا رجل يا معفن مش فيها قيمة الكلام اللي بيقولو يلا عم قوم استحمى من هنا وانا شوفي انت بتعمل ايه انت عارف يا طهر أحلى حاجة فيك انت تبوسنا يا معلوم استنى بس يا جاة قول أخونا أحلى حاجة فيك إن الشعر بتاعك سترونج وفي نفس الوقت ضعيف زي سنوط يورب الروبلوم دي مشكلة أنا مشكلة مالك يا بوعدة مساكت لي كده سكت طبعا يا معلوم انت قلبت علينا المواجع في الوقفة السنة اللي فاتت قد عمل قصيدة الحديدة السنة تشوف انت عاملها لايه واضح ان احنا كبرنا كده والهم ما لحياتنا احنا كبرناش احنا فهمنا وكل ما الفهم والوعي جواك يزيد كل ما جواك يزيد الألم ألم وورقة وكراسة ايه جو محو الأمية ده انا غلطان إن أعدت مع عالم جاهلة زيكم جاتكم العرف اللي قولي أدم هو مين رجل ده ما عرفش أنا فاكره جاي معاك ما عرفش أنا فاكره جاي معاك نعم أنا معرفش أنا فاكره جاي معاك مين ده أحد؟ معرفش أنا فاكره معاك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تأخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم اللهم هدنا في من هديت وعافنا في من عفيت وتولنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك اللهم بارك لي في أولاني وبناتي واصرف عنهم السوء اللهم بارك لي في آدم ابني اللهم اكتب له النجاح اللهم يسد له طريق الفلاح اللهم اجعله لي خير خلف واجعله لأمه وأخواته خير سنة اللهم اعيد علينا هذه الأيام بالخير واليوم والبركات اللهم اعيد علينا العيد اللهم اعيدنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اعتنا في الدنيا حسنها وفي الأخرة حسنها وقلنا عذاب النار وادخلنا الجملة برحمتك مع الأبرعر يا رب العالم اللهم اقول له عربي عشر سنين ساكن قدامي ومعرفتش معنى اسمك عربي انجليزي شاء الله باز يعني اي عمعلم؟ عاد يا جدع ميضاد الله يرحمه اسمه شاء الله باز وشاء الله باز دي كانت عائلة ريتش في وقت الشدق والإنجليزي ده بقى اسم الشهرة بتاعي اتميني باشتغل مع العلالة بطول الوقت زي ما انتوا شايفين كده وسايب العلو ومهم فوق السطوح وانت ناطر وزاولوا وحديهم الله مانا باشأ واتعب واشتغل واعرف مسوان عشان مين يعني؟ ما هو عشان المدام والأولاد ونعم الشق اعمل ايه الصحبي المطرب يركب الهارد ايه الهارد؟ الصعب يعني برضو ما فيهمتش يا انت شغال ايه؟ انا شغلتي ايه خالص اضرب المويل بيكين المحزة وبروز السمانة واجي فارد عشاسدونج كده اههه بط تدعوط ايه بقى؟ ادعوط النسوان الأجانب من سن التسعين كده وانت طالع تسعين وانت طالع؟ طالع فين يا معالك انت كده طالع على القرافة قلبنا عدات بدري بدري وكل ما كانت عظمة كبيرة تفرعب وتاكل الطعمة بصرع يعني انت من رجالة اللي بيبيعوا نفسهم عشان خطر الفليل الله ينور عليك ما هي دي الفرصة يا صاحب؟ بس ليش دي الفرصة يا صاحب؟ الفرصة اللي غللها مونير وقال عليها ايه؟ الفرصة بنت جميلة رجب عجلة ببدال ببدال وجدول وجنزير وطبعا هتقبلولو بقولوكوا ايه؟ ما تاخدوني لفة معاكم ما تخنونيش يا ديسي؟ ساكك هيخش جاي الناس دي كلها انت مش على راسك ليش يا أخويا لا يا أخويا على راسي ليش والصادة هيخش أول فرصة مش هيخش الله في الأصول بقولك ايه؟ الفرن عطر روح يعملوا حتة تانية يا أخويا الله ايه؟ ايه يا فناليا؟ وما سادك ايه ألم إلي يا فناليا؟ هي حالية مقفينها؟ حالية الطرابة الثلاثة اللي الساج بتاعنا مدقاش أول ساج تولعلك الفرن وانت في حاجة ايه؟ عباسي الفرن كمات في نحط ولا ايه؟ اصر عم فناليا ولو قطرت في الكلام هاشوقت ليه؟ ببطيخها قدامك في حاجة يا فناليا؟ فيها عم فناليا لا مفيش حاجة يا أدم لا فيه يا أدم وصر يدخل صاج الأول قلت له ازاي؟ فيه ناس قبلية طبعا انا عراسي ريشة يعني ولا حاجة لا مفيش ريشة على حاجة الله أكبر الله أكبر الله وأكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما رحّره ما رحّره المترجم للقناة 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 عندك حقها والله. حجيما لانتش حاجة. اركب اركب. 저 الله ben اقول لك ايه? ايه? تيف disconnect man out on the next one? اركب يلا. اسكت اسرايل! اسكت اسراعيل! اسكت اسراعيل! اسكت اسراعيل! اسكت اسكت اسراعيل! تحكوميات عربية جمالا! يحكم مات عربي يا كذلك مكرا ساختوا اي Mercedes ما انا مكرا ساختوا اي斗ة معانا مش هنخاص مش هنتأدي مش هنخاص إنك أصياد ايضاوز الوازي يا دا محاجش قال لي النهاردة وفهمه زهرات كده بقى معاناً ما سفوش مع حدرات النهاردة هعمل هنا بافي يحكم مات عربية كبانا ما وزي على الاستبيان دا الوحدي مكرا ساختوا ايه بانا ساختوا باسرايين على مني وعني أنا إلي يأسق مش هايㅐنون على مني بأسق مش هاي بول همن الدولة يا أمن الدولة عالِ الأمن وف�الي الدولة اول بدلة منك يا معين عبد الزره وضف سبيل يégerصarya محميد وعطل الله شادي. ده كبا حميد. بلوكو ايه? ده استطلع رائي. عايز اهم زهيرة تقارك الشعب المصري. عاد لقلكو خمس دقائق اه? تبلي ده بقى بسرعة. عايزين اهم زهيرة تقارك الشعب المصري. هاتولي الوادري بيواصع مشارات هناك ده. هاتولي الوادري بية بيواصع مصري. شاب بيت اسمك آدم أمينة عبد الحي طالب في كلية الأداء بقسم اجتماع وبقى لك 8 سنين في كلية مش كده؟ مظبوطة بش جت لنا هنا قبل كده من 3 سنين قعد انت واقف ليه؟ قعد يا ابن جت لنا هنا من الدولة من 3 سنين كنت عامل خناعة مع واحد أجنبي في شرمي الشيخ صح؟ مظبوطة بش بس يعني الموضوع ان انا كنت بشتغل عنده في المحل عشان مصاريف الدراسة وكده يعني في الصيف كنت راح اشتغل على أساس ان انا هشتغل في المطبخ هو صمم ان انا قاب في الحمام لمجرد ان انا عربي كان عنصري يعني وكده كلمة مني وكلمة منه اتخانقنا مع بعض وامت ضربه وفتح له دماغه والله يا باشا هو اللي مد ييده الأول وبعد الموضوع ده انا اخدت فيه براءه ومراته وشهد تعليم عاية كنت بتعمل ايه في المظاهرة يا أدم؟ والله يا باشا انا مكنتش في المظاهرة أساسا انا بس استغلت التجمع وقلت فرصة اوزع الاستبيان بتاعي عالطلبة عشان اخد رأيهم في اهم ظاهرة بتقرق المجتمع المصري هو ده الاستبيان مش كده؟ هو مش فقر وبطالة وفساد ومحسوبية يعني دي الحاجات يا باشا اللي انا طلعت بيها من من صحابي من الجامعة من العنت وجايزة بقى غلطان فيها كلها يا باشا بس مش شايفي عدم من كل الحاجات اللي انت بتكلم معنا هنا دي سياسة قبل ما تكون اجتماع بس انا ما شفتهاش كده والله انا عملت اللي الدكتور طلبوا مننا وبعدين حضرتك ممكن تسأله وبعدين يا باشا انا ماليش دعب السياسة خالص والله ده انا حتى بتفرجش عن نشر ده كلام يا راجل في طالب في كلية الاداب خسن اجتماع وما يتفرجش على نشرة الاخبار عامل بها ايه باشا يعني وبعدين احنا ناس غلابية يعني بنمشي جنب الحت ولو فيه تحت الحت كنا مش نافية يعني انت ملكش اي نشاط سياسي ولا ميول حزبية معارضة للحكومة قصما بالله يا باشا لا لا في السياسة اولا عرف عنها اي حاجة ادم امينة عبدالحي تصدق ان انت وطيب يا ادم وابن حلال وانا مصدقك قادي الملف بتاعك اهو انا همشيك بخليك يا باشا سيبك بقى من الكلام ده وتعالي نتكلم كصحاب امسك خد سجار تشكر يا باشا ما بدخنش والله يا وادر اواجي انا من زمان وانا نفسي بطلها ومش عارفة تشرب شاي؟ شكرا باشا ايوا يا ابني هات واحد شاي هنا بسرعة والله يا ادم الاستبيان بتاعك ده قلب عليها المواجهة فعلا البلد بقت غريبة قوي اواجي تكون فاكر ان انا توالدت هنا في المكتب ده لا انا زي زيك وبعد كتير قوي على الشارع وبشوف الناس اللي تعبان واللي مظلوم واللي مقهور ده غير طبعا اهلي وصحابي وجراني كلهم عندهم مشاكل تصدق وتؤمن بالله لا لا الا الله باشا كثير بقى من الهيلمان اللي انا قاعد فيه ده انا مرتبي ما بكافنيش لدرجة ان انا فكرت ان انا اسيب الداخلية وروح اشتغل ملحن ولا مطرب يمكن الف العالم واكسب فلوس كتير اسمعين فعش قولي يا ادم في ايه في دماغك بقى عن المشاكل اللي بتقرق المجتمع المصري غير اللي انت كتبه في الاستيبيان ده لا باشا هو حلو كده حلو انت خايف ولا ايه يا ابني انا لو عاوز اخليك تتكلم وانت قاعد كده انت هخليك تتكلم لكن انا بقول لها تكلمني كصحاب الله انت مش عاوز تصاحبني ولا ايه لا لا عفو يا باشا ازاي يعني احنا مطول تكلم والله يا باشا خدت بالي من حاجة غريبة اول من كام يوم كده وانا بحضر الشنطة لخوة الصغير وهو راح لمدرسة الصبح جيت احطوله كتاب الدين في الشنطة قال لي لا اشيليك كتاب قلتوله ليه يا ابني ده كتاب الدين ومكتوب في الجدول ان انت عندك حس الدين قال لي لا ما هو مش مهم قلتوله مش مهم ازاي يا ابني ده كتاب الدين قال لي لا ما هو اساسا مش في المجموع وبعدين مدرس العربي بيلغيوا دهم الحسناء على بعض لقيت كده فجأة يا باشا من الدين بيتلغي من المدارس واحنا على ايامنا كانوا بيلغوا حسس الالعاب والموسيقى والرسم وكل دول يا باشا مجالات ممكن يطلعوا جيل الناجح ويشرف مصر احنا كده بنقتل المواهب دي كلها يروحوا فين بيقعدوا على الاهاوي بيقعدوا فين وبتلعوا ما يلقوا الشغل صراحة باشا النظام ده عايز تغير كله النظام عايز يتغير لا باشا عوز بالله نظام اللي يتغير احنا هقصود يعني نظام التعليم مش اه سيف باشا زك يا شامبيه زك يا باشا تفضل ساعتك ده الملف فهو خليك وقف يا فعلة تتابع ايه يا لأ مش تابع حاجة باشا ولما انت مش تابع حاجة رحمك بتوزع منشورات على زميلة لي ايه لا والله يا باشا مش منشورات ولا حاجة لا في الجامعة بسك هو في سوق تفاهم مساء الترعقيد بعد اذنك وبعدين انا حققت معايا وهبقى اكتب لسعادتك تخرير يا سعيد هو امرك يا باشا خذ يا ادى من الحجز دلوقتي لغاية لما اتخلصت اجراءات الخروج حاضر افادي واشا يا اما اسمه ايه نعم انا سألت صبر يا باشا صبر ابراهيم عافية ماشي يا ابن صبر سيف باشا انا عاوز اقول لساعتك على حاجة الودة اقل مما تتصور بكتير وبعدين كل المعلومات والتحريات اللي جاتلين عنه ان ملفه ابيض ونظيف وزي الفل الله يبايد ايامك عشان بيه ونور لك قلبك تتعلمني شغلي ولا ايه فيه ايه عشان بيه العفو يا باشا اسف العيال دي ما بتجيش غير بالعنف العيال عايزين يعملوا فوضى في البلد مش كلهم ساعتك مش كلهم لازم نفرع ما بين البريء اللي اتاخد في الرجلين وما بين المزنب اللي بجد ومعليك بقى عرفت انه بريء ازاي اولا ساعتك ملفه فاضي نفيهوش ولا زبق سانيا وده الاهم ان احساسي الامن اكد لي كده يا دي احساسك الامن اللي انت فلقتني بيه يبني انت ظابط امن دولة معه عشان انا ظابط امن دولة لازم ادي لنفسي الفرصة ان يقايم الشخص اللي واقف قدامي قبل ما تاخذ ضده اي اجراء دي اروح نسعدك ولا ايه طالما جيه هنا واقف قدامك يبقى حوالي شبعه ومهمتك كراجل امن انك تتحقق من ده عشان تقدر تحقق الامن والاستقرار للبلد وهو امن والاستقرار للبلد ما يتحققوش الا لو عاملنا ولادك انهم مجرمين وحرمية يبني انت مهمتك انك توقف المشكلة قبل ما تحصل مش تستنى لما المشكلة تحصل وبعدين تبدأ تفكر لها في حال ده الامن اهم سلعة في الامن ولو فلت الزمام وفقدناه كلنا اروح في ستين ده البلد دي هتولع في الثانية ده شغل امن دولة يا حبيبي اقول تاني بفهمك ولا ايه لا باشا مفيش داعي طيب اقول لي بقى ده اه وراكي النهاردة بالليل مفيش حاجة سعدتك طب ما هتجيلي بيت شوية كده بتتغلبلك بلتين تلاتة شطرانك اه ما بلاش سعدتك لما بتتغلب بتقفش انا اه طب ايه ايه طالما بقفش اتغلبلي مرة خدوه على فان يا ابني مش عارف الله بس انا شفتوهم قابضوا عليه وركبوا البوكس مع الناس اللي اخدوهم في المظاهرة يا لهوي يا لهوي كان مستخبيننا فيه كل ده اعمل ايه أنا دلوقتي اعمل ايه انت تدور علي امين عشان خاضري هدور عليك فين هو عيل تاين مظاهرة ايه لو بتواهم مظاهرة انا حاخش اغير ودومي يا رب يا رب يا رب بس طورها يا رب بس طورها يا رب بس طورها يا رب يا رب يا رب يا رب فيه ايه يا صبرا؟ يا ناوي انزل دور مع عمك أمين على أهدم مالو أهدم؟ أبضوا عليه في المزاهرة مش هارفين أراضي فيه مزاهرة؟ وإيه لك خليه روح مزاهرات؟ دجعني انت أول إيه؟ بقولك أنا مش نعصاك قلبي سعيه هنو انزل دور عليه معلاش يا صبرا أنا ماليش في المشاوير دي معلاش يعني هسيب جزوختك ينزل يدور عليه لوحده وهو راجل كبير محتاج حد يسنده أنا اللي محتاج حد يسندني أنا ماليش في المشاوير دي عشير خاطري وان literature اسميها كيف دونية دي تقدر تقولي؟ ما ولا حاجة احتبريني هوى قلاص استراتي انا بخافة وأروحًا الاسمة صابرا أنا لو شفت مكوجي شعي البدلة لو تزابط ليتش بشرع بخاف من مكوجي وليستحراته حسنا انزل معي سقرطي أعطيك إذا كنت تسرح المحلل. أنت تعرف أنه مهاراً. لا تتسرح، سيد الرجال. لن أعطي المددل. ترحبني أنت ترحبني، نانسي. أحببت لكي أجب أن أعطيك بكتابة. حسناً. وأنت أتمنى أنك ستكون ممتع في أجد الممتعين في أجد. ممتعين يفعل ممتعين. شكراً. شكرا على الوقت وده بقى لموازا ما بتعرفوش تغضو غير بالمظاهرات وتكسير المرافع العامة والممتلكات الخاصة انا ما كسرتش حاجة بس عملت مظاهرات سخنت البلد وخليت المجانين اللي في المظاهرات تكسر البلد انا مش مسؤولة عن افعال حد انا مسؤولة على اللي انا عملته وانا انا عملته حق بيكفلوا لي القانون والدستور يا بنتي انت مش بنت مانيب راشد ايوه طب ليه بقى مش طالعة زي بابا؟ طالعة له ازاي يعني؟ يعني بابا رجل محترم بيستثمر في البلد وبيحب البلد وبيعمر فيها معقولة بابا يعمر في البلد وانتي تيجي تخريبيها بابا بيحب البلد بطريقته وانا بحبها بطريقتي مشي على كل حال اكرامة للسيد الوالد انا هخليك اترواحي النهاردة لو لي حق امشي لو مليش اتحسب على انا عملته زي زي غيري خليها علي المرق دي بس المرة الجاية هحسبك على القديم والجديد طبعا انت فهمها كلامي كويس هم؟ ايه يا ابني تعال اخد عليها تخلص لها اقراءاتها واسبع تروح شرفتي يا تلعوهب سليمة يا رب ايه يا صبري يا اختي ايه دي مش كده ما تقلقاش غير ان شاء الله انا ازاي بس الوضع دو يا امه انا ومش عارف هشوفه داني ولا لا ما تلعيش يا اختي مادام هو ملهوش في السياسة هياخدوا منه كلمتين وهيخرجوه على طور ده حقيقي يمه الوضع صمب للمعصام اتخد فهم الظاهرة زي كده ولما ثبتت برقته صبوه اصبري يا اختي اصبري يا صبري قديد صبري ده نظار اتحاناته اللي عمره عشان ربيهم كويس إلا ما حد تنصب فيهم والاخر الوضع يتمسك ومعرفش حتى قرى دي فين بعد الشر ما تقوليش كده ادم حيرجع بالسلامة ان شاء الله ده ادم ده احسن واحد في الدنيا اوالله ادم ملوش ولا في السياسة ولا المظاهرات ولا الحاجات دي اسطورها يا رب اسطورها يا رب والنابت اسطورها يا رب انت بقى زعيم المظاهرة يا باش انا ولا زعيم ولا حاجة انا اللي جواي وبحس بيه بقولي على طول ايه بس اللي انت بتقوله دوت ممكن يعمل لنا مشاكل وبعدين يا ابني احنا في حالة سلام مع اسرائيل دلوقتي يا باش احنا عمرنا ما هيكون في بيننا وبين اسرائيل سلام ابدا طول ما هما بيقتلوا اخواتنا كل يوم وبيهتجوا عرضهم يبقى عمر ما هيكون في بيننا وبينهم سلام ابدا غصبا عني يا باش مش بيدي انا معاك وحس بيك بس مش بالطريقة دي يا طهر انت كده ممكن تودي نفسك في الستين دا يا ما انت عارف القانون وبعدين يا طهر انت شاب من ناس ومثقف وشاعر وموهوب وقدامك المستقبل بقى لاش تهده يا طهر فاندم طول ما احنا ساكتين ومش قادرين نتكلم ومش قادرين نعمل اي حاجة نخرجهم من العذاب اللي هما فيه يبقى مالوش لازمة ان احنا نعييش للمستقبل انت دماغك ناشفة قوية بس مش مؤذين واعتقد ان انا زي زيك عندي نخوة كعربي بيغير على وطنه وكمسلم بيغير على دينه بس يا ابن انا رواحك بس بالله عليك بلاش ميجيه هنا داني شكرا يا فاندم ياريت زباط امن الدالة وكلهم يكونوا محترمين زي حضرتك بس انا بقى ليه عندك طلب يا طهر يا جفارة مورني يا فاندم نفسي تقولي قصيدة كده من اللي انت بتكتبه حاضر يا فاندم قلبه وكفاح باسم اللي راح حلم وقضية حالي في معيش وفي عيني خوف من الليلة دي وانا مش مروح بيتي غير حقي في دي مش هدي فرصة ليد حديد تهد فيها ولا وط راسي غير بساجدة بحسن نية للي حاني عشان هعيش دي اللحظة دي امروح يا طهر امروح بدل ما احطك في الحاجز وم شكرا يا فاندم ماذا بدي اللي هببتي دا؟ في ايه بس يا ماما؟ احركتين ابيعياتك اللي مش مفهوم دا قدام الناس يو؟ بقولك يا سرية قدم دا معزته من معزة ولادنا وبعدين انت نسيا؟ مش هوا وهنا مترابقين سوا؟ يا ماما دا اخواته اللي اسموهم اخواته معياتوش عليه زيها كده هاهم حرين يا ماما بيت يا هانا ايه اللي بينكو من قادة؟ مفيش حاجة علي انا الكلام دا؟ ريحي قلبي قوليلي مفيش حاجة يا ماما قلتلك مفيش حاجة مفيش حاجة مالها البيت دا امو هانا؟ لا ابدا يا اخويا بس اصلها متأثرة شويك من قدم ابن الجيران اباضه عليه اباضه عليه؟ ليه؟ اصله كان في مظاهرة مظاهرة ايه الخايب دا؟ في حد حايل يعمل كده؟ خايب؟ خايب دا ايه؟ وله يا اخويا ما تقولش عليه وطني؟ 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 وطني يا حماة انت لسه عيش ايام الانجليز؟ يا حماة الحكاية دي دلوقتي بيعتبروها شهب وبيعاقب عليها القانون وبين لعلمك بقى؟ المظاهرات دي اضعف حاجة لحل المشاكل دا وقت غابة يا حويا اما اوما شو في البيت هنعمل ايه بقى يا اخويا؟ تي الشباب؟ المهم ابوه وامو عاملين ايه دلوقتي؟ مش احتفين على الواد يعيني وعايزين يعرفوا عنه اي خبر يطمنهم عليه شايفين؟ ما هما اللي يستهلوا سابولوا الحبل على الغرب لغاك ما فسد جرهي يا بوهانة هو انا بقولك الواد اتقبض عليه في قضية مخدرات؟ دا ما قبض علي يا اخويا فمزهرة يا ريتكت قضية مخدرات كان كام سنة ورجع انما دي عالم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ايه ده ايه المعاملة دي؟ يعني سايبني كل ده متأخر علي وداخل من بره ده رب بوزة قد كده وطالع على فوق على طول أمان لما نتجوز هتعمل فيها إيه بقى مالك يا جو أنت حسس بحاجة؟ حسس بظلم ظلم؟ إيه الكلمة الغريبة دي؟ آه يا نانسي أم أفكر بعد ما نتجوز أخدك ونهاجر نهاجر؟ أنا هبقى بظلم نفسي وبظلمك لو فضلنا قاعدين هنا المرة دي جات سليمة المرة جاية مطمئنش ممكن تتطبل على دماغك ودماغه لا باش يا حمار إحنا ناس غلابة وملناش في السياسة مانا عشان كده استدعيتك عقل ابنك خلي يركز في مستقبله بدل ما يتلمى عليه شوية أهل صيعة يملو دماغه بكلام فارغ حاضر يا باشا حاضر أبعد ساعدتك إن من هنا ورايح مش هتشوفه هنا تاني أبدا ياريد لأني لو شفته تاني أنت مش هتشوفه تاني يا نادر الرجل اللي عندي سلمه ابنه خليه مروحه الله يعمل بيتك يا باشا الله يكرمك واسع لي زلك تشكيني باشا الله يكرمك الله يكرمك يا باشا عندك يا باشا ألنا باشا Developer رجل مظاهرات! مظاهرات ايه اللي انت تمشي فيها دي؟ احنا من امتى بتوع مظاهرات؟ يا خيل انت مش فاهم حاجة يا خيل خاله خاله با لازفت بقى ايه ده بس انا عقل با استنى انت كمان قل عامل لي مناضل بتمشي مظاهرات يا با انت مش مصدقني ليه يا با؟ والله يا العظيم تلاتة ما كنت في المظاهرة انا نبهتك قبل ما تروح بكلية قلتلك احنا من سكة والناس بتوع المظاهرات دول من سكة تانية خالص يا ابني احنا ماشيين جاب الحيط كل هدفنا ان احنا نكسب لقو بيتنا بعرقنا قلتلك ده ولا مولتلكش؟ يا با انت مش مصدقني ليه يا با؟ قلتلك ولا مولتلكش؟ قلتلي ولما انا قلتلك وسمعت كلامي ما بتعملش به ليه؟ ولا عايز تقضي بيت عمرك ورا الشمس؟ يا ادم يا ادم ابوك بيحبك وخايف على مصلحتك ما هو قالك اهو؟ خلي والله يا العظيم تلاتة ما كنت في المظاهرة يا خالي وانت ايه اللي وداك عندي المظاهرات من اساسه؟ يا بابا مش في الجامعة يا ابا انت الجامعة مال هيو ما للمظاهرات؟ يا ابني الناس بتوع المظاهرات دولت من سكة وحنا من سكة تانية خالص بري يا امين ما تخفي على الوقت شوية ناهو ده اللي انت فالحة فيه خفي على الوقت يا امين مهو كله بسببك انا وملومي مش انت المسؤولة عن تربيتهم وتوعيتهم اراه نيك 금الواد خذاب بسببك الله يسامحك يا أمين له ده اللي تفنح فيي يا الله يسامحك تعمل لي عاملة وترجعت قول لي يا الله يسامحك ايه؟ ايه؟ ايه دي ايه؟ انت بتميت ايديك علي يا لا انت بتشديني؟ والله يا عقل لا اسمع اذا كنت فاهم انك انت عشان بتصرف في البيت تبقى كمان ليه كلمة هنا لا انا هنا الكبير اللي يا كله قميتي يسمع كلمتي اسحى اوه انا هنا الكبير انا اللي كلمتي لازم تنشي قول لي مش هاي اسمع كلمة اطلع بره البيت اتفاضل بره بره ايه يا امي نحرم عليك يا هادي انت بره بره ادم 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 حرم عليك يا ادم تعالي رايح فين؟ متزعلش منه ده في الاول في اخر ابوه خايف عليك حنزل شوية ادم 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 استنى يا ادم ادم استنى يا ادم يا رب موت لو ما استنيت تسيبيني يا هنو لا مش هسيبك اطلعي لا مش هطلع يا ادم يا سيت اطلعي بقى مش هطلع ما بحبش حد يشوفني كلمة انا مش هطلعي يا ادم متحلوة او اعرفك يا ننسي بلدنا اتغيرت قوي ما بقتش زي الاول او يا ريت ما تقوليش بقى بقت زحمة ولا مهرجلة ولا شوية الحاجات اللي بتلاكيكوا بها الناس اللي بيشتموا في بلدهم وعايزين يعيشوا بره دول بص يا جو احنا بلدنا زي ما فيها حاجات وحشة فيها حاجات حلوة كتير قوي اقولك على حاجة زي ناسها مثلا ناسها هم دول بقى اللي اتغيروا عارفة يا ننسي انا عمري ما كنت من الشباب اللي بيطلبوا انهم يسيوا البلد دي ويهاجروها ويمشوا منها بالعكس انا كنت بقى ضد اي واحد بيتكلم في القصة دي وكان عندي ميت حجة وحجة بواجهوا بيها بس للأسف الحقيقة دي ما بقتش موجودة أصلا ازيها؟ يعني انت بتقولي مثلا ناسها او ناسها دول هم بلتغيروا الناس ما بقتش بتحترم بعض انا كنت بقولي ان ما فيش شعب في العالم بيحب بعضه زي شعبين كانوا زمان اسرة واحدة بيحبوا على بعض وبيخافوا على بعض وبيحموا بعض بس النهاردة ما بقش في حد بيحترم التاني المشكلة ما بقتش قادرة اتعامل مع الناس ولا قادرة افهمهم ولا قادرة اتعايش معهم أصلا ايوة يا جو بس انا مش حاسة ان الناس بقت وحشة قوي كده يعني عشان انت عايشة بدايرة مغلقة عليك انت دايرتك داية قوي يا نانسي بيتك والكنيسة والجالاري وانا بس عارفة لو في يوم من الايام خرجتي من الدايرة دي لأي سبب من الاسباب هتفهم اللي بقولهولك ده وهتكون صدمتك كبيرة وانا بقى من حقي ان انا خاف عليك وعلى اولادنا عشان كده لازم نمشي برا البلد دي طب بالراحة بس ممكن تسمعني؟ قولي احنا مش عايزين نزل من الناس قوي كده برده انا وانت عارفين كويس قوي ان اخلاق اي شعب في الدنيا لما بتتغير الاسوأ زي ما انت بتقول ما هو ده برده بيبقى جاي من مشاكل اقتصادية اللي متعرضين لها للظلم للفساد اللي بيشوفوه وبعدين يا اخي احنا لو رحنا اي بلد تانية في الدنيا ما هنقابل نفسيات وحشة برده وهنقابل ناس متعصبين سواء في الدين او في اللون او في الجنسية مثلا طب نروح فين واعمل ايه عشان نعيش في المجتمع بيحترم بعضه نفضل وسط اهلنا على اقل لما نقابل اي مشكلة من دول نلاقي حقنا بنترمي فيه يا جوه شو الخطري انا نفسي عايش في البلد اللي اتربت فيها وعايز اربي عيالي فيها كمان ممكن انت ايه الحكاية بتاعتك دي؟ انت مش نوع البطالي شغل الجنان بتاعك ده؟ لو سمحت يا بابا انا مش مجنونة اممال ايه شغل التخلف اللي انت فيه ده وسقوتك في الكلية اكتر من ثلاث سنين واختلافاتك السياسية مهد كثرة واشتراكك في المزاهرات كل يوم والتاني كل ده بتسميه ايه؟ بسميه حرية شخصية انا من حق اعبر عن رأيي لا مش من حقك لان طول ما انت بنتي وشايلة اسمي لازم تخافي على مصلحتي هو ده اللي مزعلك؟ مصلحتك؟ مصلحتي هي مصلحتك وما تنسيش ان انا ضهري لكي قولوا لانهم عارفين انك بنتي مكنوش خرجوك لغاية دلوقتي من فضلك بقى يا مونيب كفاية لحد كده؟ كفاية ازاي؟ كفاية ازاي؟ اقول لهم ايه في الحزب؟ بنتك ما خليها رقابتي قد السمسمة؟ اقول لهم ان بنتي اللي من لحمي ودمي بتشتغل ضده؟ وفيها ايه لما تكون توجهات السياسية عكس توجهات الحزب اللي حضرتك فيه؟ ما هي دي الديمقراطية؟ ليه بقى ان شاء الله؟ انت فكرة ان انت الوطنية الوحيدة والباقي كلهم خاينين؟ انا ما قلتش كده كل تصرفاتك بتقول كده ويؤسفني ان اقولك ان كل زنوم الغلط والبطولة والحماس اللي انت في دي هتروح مع اول قلم تحديف اي اسم يا بابا انا قصدي بلا بابا بلا زفت قالينا عن الابو اليوم اللي انا خلفتك فيه اهدى شوية يا مونيب لو سمحت اهدى زي ستهانا هو ده الاتفاق اللي اتفاقنا عليه بعد ما اطلقنا مطلع علي البنت بلطجية وصورجية وبتاعت مشاكل ومظاهرات ياريتني ما كنت عرفتك ولا خلفت منك انت غلطة في حياتي بدفعت امانها لغاية دلوقتي طالما بتاعتبرنا غلطة كده ما تتبرى مننا وتسيبنا في حالنا بقى اخرزي يا قليلت الادب الغلط مش عليكي الحق حليان عشان قلب كبير وستك تتربي مع امك انتي واختك في الجو الموبوق ده من فضلك يا مونيب ما سمحلكش تجيب سرتي على لسانك باي غلط ليه بقى تنكري النابوكي هو اللي بس الافكار المسمومة في تباق البنت وهلا تطلع بالشكل ده وكمان ما تجيبش سير البابا على لسانك بابا ده كان راجل وطني بكد وبيحب مصر ليه بقى احنا بقى اللي بنكره مصر انتو كرحتو الناس فيها بكدبوكو وظلموكو او 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 انا مش جاي هنا عشانا دافع عن نفسي ولا اخذ منك محضرات هي يا كلمة يا كلمة بنتك يا اما هارفع ايدي يا حدو وساعتها الله واعلم ايه اللي ممكن يجرها لك ناما يا اخي الغريبة ان انت قوي تصايع ومدردح وملكش الافكاس ولا في صجار ايه يا عم انت انت فيه ايه 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 بكلمك يا عم بقولك اتا يعني وات صحيح يا عم دارد احملكش الافكاس ولا فزجاب مجدعانة يا ابني انك تشوف الزفت ده وما تميديش ايدك عليه سيعة قادة باكيكي مش اه تاخد وقلع ده بقى عشان تنسى كل همومة اسمع كلام انا اناك انا الله فوق ده بقى اللي ااخد عقلك بعدين تعالت ان انا واشربش الزفت ده افرد بقى اخر انا شربته وحبيته والمشكلة حبيبة ما تحبه اه يصبرك على زن النسوان وعرفهم وعلى لولس تعارف ايه مشكلتك هلا ايه بقى اعمل حكيب انك ما عندكش اي مشاكل بتحاول تخلق لنفسك اي مشاكل عشان تعيش نفسك فيها ليه يعني عشان اهلي اغنية في مشاكل كتير جده ما تتحدش بالفلوس واكبر دليل على كده مشكلتي مشكلتك مشكلتي اي دي بقى ان شاء الله ابوي افتخيل واستخسر اجيبلي عربية بمليون جنيه لا 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 الله ده قب ده صدق اخي اللي شوف بالاه والناس تقولوا علي ايه بقى لويته يا ابن الله يا عم انت صدقت تعرف يا ادم انا مشكلتي ايه زي ما انت قلت بالزبط ان انا ما عنديش مشكلة تخل لما كل حاجة تتمنىها وتحزها تجيلك في البحصة احساس ممل ايه يا اخي ما عنديش هدف ما عنديش حافز كده مافيش حاجة بسعى وراه وبجري وراه واصعب حاجة ان انت تلاقي كل اللي حواليك بيحبوك عشان مصنحة بس انا بحاول اشوفه بطريعة تانية نعم يسلوني وده يعولي وقت اه لو تعرف امت الوقت والعمر اللي بيعدي من غير ما اتحقق في اي حاجة ده يا ابن انت كده بتقتل نفسك اه بقتلة وبعقبه عشان فشل اتحقق اي حاجة مفيدة في الوقت ده يا سلام يا اخي وانت بقى عشان معرفتش تبني فتهد كل حاجة يا ابن ارى معك انك لازم تخرج وتنبسك وتهيس بس لازم بيقى فيه هدف في حياتك عاش عشانه على الالة اللي ما تتجاوز يا باش منظرك وعش قدام براتك تبقاش زي الشحط كده ولسه بتافض مصروبك من اهلك واضح ان الدخان ساطى لك يا شلانز شلانز لا معال ما تقلقش دخانك عمر ما يستنى لان قلمت دنيا وشلالتها فهو انا في الوقت كش مالك يا باشا برضو كش مالك يا باشا بولك يا باشا مش ملاحظ ان العساكر بتوعك محتاجين يطلعوا فرقة؟ هو ليه الأداء دا تجيب كده نهارا؟ دا تجيب مينة؟ يا شام بيه؟ انت عارف ان انا اللي هيبقى ديم دا انت دوب لسه باش بال مش قوي كده يا باشا؟ لا اوه يا اخوة اوه يا حبيبي يا ابني يا حبيبي دا انا كنت الدبورة وانت دوب لسه ورور فسنقول ماشي ماشي يا كبير طول عملك زابط قدير يا باشا طول عملك قدير طول عملك قدير اللي عشا جايز مين اللي غالب بقى؟ جوزك يا سيدي هو اللي غالب على واشاك يعني هو بس فاضله حركة واحدة معقول دا؟ دا حتى اللي انا عرفه عن حضرتك انك جامد قوي فش ترامي بس اديش جوزك الملك لسا عايش ممتش بس انت في موقف محرك باشا اللعب يلا بقى يا سيف زبان الناس جاهوا قوي لا يجوعون اللعب اللعب إيه بقى؟ ما انتت غلبت وخلاص سيف الحديد ما بيتغلبش الملك مات يا باشا بنور عشان بيه؟ جنورة كازة في باشا من هو وراها أنا مرسية فانت مرسية أهلا رسال وشان بيه الوقت اللي جلنا الصبح بتاع المنشورات مالوه باشا الوقت دا ملافه نضيفه طبعا يا باشا وإلا ما كنتش سبته مش عارف ليه يا أخينا مش مرتاح الوقت دا يا باشا دا واد غلبان شكله مرش في الحاجات دي خالص أبيض شكله يا شان بيه وعنى هاخد له صورة ولا إيه قلني شكله وأنا أحكي لكم بقى حكاية وبمناسبة الشاكل دا دا مانو أنا صغير الفاكر طبعا كان والدي بيشتغل في البليز السياسي أه طبعا يا باشا كان فيها عندنا جارة اسمها تانت فراخاندا تانت فراخاندا دي كانت ست جدا عندها حوالي سبعين حاجة وسبعين سنة قال كانت ست مشلولة طيب قوي كل اللي حب تزورها تبص في وشها تحس انت شايف ملاك دا يسلق نحاك ويطير أهل المنطقة كان يحبوا الست دي قوي ويروح عندها يزوروها يعني ويودوها كده وبالتالي طبعا كانت عرفة أسرار كل السكان مم وعلى الفترة كبسوا عليها واكتشفوا انها جسوسة وعندها طاخرير بحارة كل سكان المنطقة ومن ضنهم أبويا كل ده يحصل من طنط الفرخندا أنا بقول لك مش بالشكلcker مش به الشكل وعلى فكرة بقى ما طلعه شي نهش لغونا قامك من عالكورسه ايه فرخندا بقى النورة جديدة الله يقال ليك الله يقال ليك زب باشا ايه سيح مش كيفاني شوكك أنا مفيش شغل بقى ولا ايه طيب خلاص حاطر فقيم مامي مامي انا حبي التنسيام قوي يا حميل تقلبي تنسيام ودون عين تنسيام يا حياتي انا اول مرة ايلاقي هادي متعلقة بحدة بالشكل ده انتي عملتلي ايه يا زيامان ولا حاجة زي ما هي ارتحتلي وانا كمان ارتحت اللي قوي مامي نعيزة فاني حاضر يا روح مامي مامي نعيزة فاني وانا بعمل ايه الله انا اتعلك انا كمان واكيد بايدي يلا امر بقولك يا باشا مش نوي ساعدتك بقى تكمل سلالة الحديدي وتجيب لينا كم حديدي صغير كده يلعبوا في البيت ويملووا عليكم هيصل هيصل بس زي ما تقول كده انا وزيام مش فاضين بس هيصل هيصل دول محشي عشان بيعجيبك قوي تسلم ايديك يا فاني تسلم ايديك بصراحة حضراتك نفسك حلو قامت بالأكل بالهنة والشافة بالعكس بدأتم نوارنا اجيب لك حصير يا سيف انا شمعت وعايز انام ايدي 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 انامت مش بلاحظة نسيف قلب فجأة كده وتقريبا طردنا لا وتقريبا ليه؟ هو طردنا فعلا احنا هنجدد؟ فعلا من ساعة ما جبتوله صارت الخلفة والعيال مايكونش عندهم مشكلة في الخلفة؟ والله ممكن وبعدين اللي انا فهمته من مرات وانه هما متجوزين بقى لهم مقاطة طويل قوي يا نوار ازرق ده انا شاكلي عكيت ولبخت الدنيا كلها ولبخت ليه؟ ده ما تعرفش حاجة اساسة لا بس انا مش حابب ان انا دايقه يعني بس انت متعرفيش الراجل ده الراجل ده لما بيقفش بيبقى اتم وخنيء يا حبيبي ما تكبرش الموضوع قوي كده وبعدين لما تشوف المرة جاية ما تنتحش مع الموضوع وخلص بس بقى يا منال الحسن انا متدقى قوي بجد دلوقتي ليه يا حبيبي فيه ايميلا؟ حموت واعرف طنت فراخان ده فين دلوقتي يوه انت كده الواحد ما يعرفش يغلطك ابدا انا ما بغلطش ايه اللي انا غلطت فيه النهاردة؟ ايه جد يصل اللي كنت فيها دي؟ ده انت تقريبا تردت الناس انت مش موضوعنا خينا في المهم ايه الوفر اللي انت كنت فيه النهاردة ده؟ اوفر اللي بتتكلم عنه؟ عمالة بتلعب في البنت وعمالة بتهنيني فيها لما شطت فيك وقرفتنا دل ضيوفك يا سيف ولازم ببقى زوق معاهم بس انت مش بلاحظة ان انت كنت مركزة مع البنت الزيادة عن لازم؟ الاطفال احبابه لا وبعدين فيها ايه دي؟ فيها انك بتحني للمومة يا هانم نفسك تبقي ام ايه سيف انت هست خني معايا وخلاص؟ يا الامو مناحة عليك يا اوي جاه هو انا اتكلمتي يا اخي مناحة شماكة اوه ورادية وسكتة ورادية وسكتة؟ انت بتعايريني ولا ايه؟ رد حرايا انا مبعايركش انا مكبتش قصة مر أصدك ايه؟ لا من السيف الحديد اللي يعيش مع واحدة تعايره او تعتف عليها انا حصري في اللي وراي ولي قدامي وحتعالج هتعالج ليه؟ انا اصلا سليم ايه انا سليم انا سليم وفيش اي حاجة خالص انت عايز اتعاليني بالعافية؟ انا سليم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ايوه بابا بس المظاهرات دي تعاملت عشان الناس تقول رأيها وبعدين ده مش في مصر بس ده في العالم كل طب اسألك سؤال ايه سؤال عمرك شفت مظاهرة عندنا جابت نتيجة او غيرت حاجة يا ابني اخرت المظاهرات ايه ما دينك شفت بياضوا ليعلعلقاء من الدولة يضربوهم يهزقوهم مش هم الوحديهم هم واغليهم وفيه شباب زي الورد اهليهم ما بيشوفوهم شي تاني وانا يا ابني محتاج لك علشان تاخد مالك من امك واخوتك وبعدين اتطمن التغير هيحصل هيحصل يوم يا الفوران اللي في قلوبكم انت والسباب اللي زيك ماتني اللي بقيت الناس يا عدم يا ابني الدنيا لها ناس والاخر لها ناس ربنا هجعلنا احنا من اهل الاخر انما الدنيا بقى نسيبها اللي لايزينا تاخذنيش يا ابني كلامك ده شوأني للانتحار هاذ بتعرف انا مزعنيش الاالم ده خالص من زعني بس الكلام الحضرك نطول وتفكر نف Seems by Andy و بتساعد من كله من خيرك عمامي بعدين يا ببо ربنا يقدرنا علشان خليك انت ام يا اخوتي مش محتاجين اي حاجة يبقى انت رزمتك على راسها هقول لي بقى دعيتلي وانت بتصلي ولا كنت ليس تزعلان منك تخيبه من اللي يمينة ديلة وغيركم تعالي ترسل تزعلان؟ أزعليه بقى انت انت زي أولادي لا 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 هل تصبح الخير؟ بالله طوالا حسيني الطيب يا حبيبتي طيب يلا أكلمك بعدين حبيبتي وحبيبتي دي بقى ايه اللي مصحيها لغاية دلوقتي هم بتكلية مين بطة؟ دي 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 ولاة دة 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 بتكلية مين يا بطة؟ دي واحدة صاحبتي بدأ أنا الموضوع بكده يبقى حتشوف يوش مني زي الزفت بتكلمين يا بيت بص بصراحة يا أدم ده واحد اسمه مرزوق مين مرزوق ده ولا بيزفت ايه ولا عرفتي فين ده بص يا أدم أنا ححكي لك على كل حاجة بس ويعادني ان هو يفضل سر ما بيننا احكي يا ماما احكي حبيبتي بس احكي بصراحة عايز يخطبني كان مجد طب ولما هو عايز يخطبك بجد بقى مجيش للبيت قابلنا أنا اللي مكنتش عايزة كنت مستنيها الوقت المناسب وإمتى بقى روح خالتك الوقت المناسب اللي تشوفه يا أدم أنا عايز أقابل الوقت ده اتفقنا اتفقنا كبيرت يا بيت تتخط بي الواقع مم الواقع مم هالح اتحسون공يص اتحسون공يص هالح سلام عليك حبيبي سلامك اتمنوا يا جماعة جاد سليمة الحمد لله اسمين يا دكتور جب داك على ملوشك يعني هو كويس يا دكتور الحمد لله طبعا نزنك كتا الخيرك يا جماعة الحمد لله كويس يا حبيبي يا ابني منه لله البعيد ربنا ينتقم منه أشد انتقام قادر يا كريم يا رب هو آدم سابه دا دا علقت موت ربنا يحميك يا آدم دا لما شفتش في شهامتك وجدعانتك دي حد أبدا ليه بقى ان شاء الله وعمل ايه يا زياد من اللي أنا عملته مانا مسكت الحرام الديت وعلقت موت لولا هو اللي جي امتزه من ايدي حصل حصل ويا تقويره قدامي دا من ايه عمل دا لا دا دا انا كنت بحلق وبعدين وقعت على الفاظر حصل حل الله يا صاحبي قدام ما يتخافش عليها جفارة مش غريبة عليك والله يا آدم هيا دي أخلاق ولاد الكانتري تشكرين على المعلومة يا خواجة منفضلك يا جماعة الدكتور قال الكلام خطر على آدم تفضله تفضله تصبح لكير تصبح لكير عزيه نام تفضل حضرتك تفضل حضرتك انا مش فاهم بس الودة بيجر ورا المشاكل ولا المشاكل هي اللي بتجر وراها كبدي عليك يا ضنايا يا بي طول عمره في حاله ودايما متصاب أيوة خليك انت في كبدي ويا ضنايا بغير تمرأة الجنبي جاو اللي قادر يتحرك ولا يروح شغله كراية أمين ما لك شدي السلخة علي أنا والبات كده ليه عندي حق ولا معنديش حق بصراحة ما لكش حق احنا عيننا زي الفل وانا من ربيهم كويس وزارات ربنا سبحانه وتعالى جواه لازم تفرح ان ابنك راجل وشاهم الشاهمة ما بتجيبش حق اهله من دولة يا شابرة وادك شفتي يعني كنت هتفرحي لو ابنك راح فيها بهذا الشر ان شاء الله اللي يكرهه يا رب استغفر الله العظيم اسبوع على خير انت من اهله صبرني يا رب صبرني على نفيه انت متعم بالتخابر مع دولة اجنبية للاضرار بمصالح امن الدولة العليا انا ده انا غلبان يا باشا سألتك انا لا يمكن اتدوره بمصالح بلدي ولا يمكن اتجسس على بلدي الصالح اي حد امال تفسر بايه المعلومات والمكالمات اللي انت سجلتها وروح تبعتها لما كنت شغال في شركة الانتصالات يا باشا المعلومات علاقة فما نشيل وبادي احنا في عاصل معلومة يا بيه لا تستابع يا لالا ماذا ايه هبعت اجيب ماما كل الناس يا بيه بتبادل معلومات ولا يجات علي وبعدين يا بيه المعلومات كل يوم عنت بكوم رايحة جاية يعني اللي عنت حاجة ولا انت عملته حاجة تاني يا باشا دي معلومات عادية هو التجسس ايه غير بيع معلومات ممكن تكون عادية بالنسبالك لكن مهمة لغيرك شكلك كلمة ملاوة ومش هتجيب الزوق انا 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 فعلا فعلا بعت معلومات وقبط التمن بس بس ما كنتش عارف ان هي المخابرات اجنبية وتبيع ليه من اصل لاني فقير فقير ما صدقت لقيت ايه حاجة عندي ممكن لبعها مستقبتش نفسك يا رحمك هما بيشتروا منك المعلومات دي ليه؟ انت يا رحمك مستقبتش رحمك كان كل اللي منها بيع بكام ماشا بلدي ما هتتقدرش بفلوس البلد دي مليانة فلوس بس مش مع كل الناس انت حقود بقى او من غلبي طل عمري طل عمري بتخوفوا دوابت فاري مفيش ولا مفيش مرة واحد بكرني بدي ايده ويساعدني عفو الفقر عمره مكان مبارر للخيانة وميلة الاصل في ناس ممكن تموت من الجوع ولا يمكن تكون اهلها وناسها مش كل الناس يا باشا مش كل الناس في ناس مستعدية بقى عين من عنيها او عين من عنها علشان تدوس على الفقر اللي طحناه انا بس الدين يا باشا كلنا عايزين نبقى ملايكة لما لو معرفناش بنتحول غزبا عننا لشياطين شياطين علشان نقدر نعيش اخيان يا خل بتعمل ايه يا خل بتهد البيت في ايه؟ ويل لمن يريد ان يحيا مرفوع الرأس في عصر انحنت فيه كل رؤوس حكمة قديمة لكن عجيبة يا آدم ايه الصباح الزبال اللي داع الصبح ايه الحتمة دي يا خياب جبتها من ايه من عنص يضلية الاسعاف كده وانت داخل علي مين ايه جبتها من ايه انا كنت بقرة زمان بجد اخير والله كنت بقرة زمان ايوة زمان قبل ما يخترعوا النت اي حد كان لازم يتصقف دلوقتي اي معلومة تخش على النت تجبها ومعلقش في دماغك بقى اغير الجملة الزبالة دي؟ طبعا يا آدم الحقيقة يا آدم الحقيقة دلوقتي اللي عاوز لقمة عيش وبيحسس عليها في الضلمة وبيدور عليها ولو رفعت راسك لفوق او امتها السيف يطيرها لك اللي حتلاقي رقابتك ولا لقمة عيشك ايه التفاول دا يا خير؟ ايه التفاول اللي عالصبح دا؟ استغفر الله عزيم يا رب يا خير ربنا كبير يا خيري وبيرزق الدودة في بطن الحجر مش هرزقنا احنا وصف في قلبك بس انت ونعمة بالله حلو اوز دا موفقتني بقى؟ انا كمان موافقك عالجملة الحلوة دي بس هنزود حاجة طفيفة بس حاجة صغيرة كده بس ماشي؟ طفيفة يعني ايه دا؟ تعمل ايه؟ طفيفة خفيفة كده بس القيم اللحمة دا من عندك؟ ها ما طلع كده؟ ما طلعت؟ ما طلعت؟ واي يومة اللي انت عملته دا؟ ايه يا عام ايه؟ واي يومة اللي لا يريد ايوا واي يومة اللي لا يريد يا عام على اقل فيها احترام وتفاول كده مش تشاء ومساود هوين اللي لا يريد يعني احجي مرفوع الرأس في عصر انحلت فيه الروس احترام من مين؟ من الناس الشريفة فين الشرفاء دون؟ موجودين يا خيال موجودين بس انت بس فالح تبص النص كوباة الفاضي وتسيب المليان نص فاضي ونص المليان ايه؟ هو فيه ادم كوباية قدامي من اصله؟ وبعدين ازاي يا ابني؟ ازاي يعيش في وسط المنعرفين والحرمية؟ منك تبقى محترم ومركز في نفسك وفي شغلك وما تبصش لرزق الناس وتقولش معنانة في وسط الحرمية؟ يا عم انت ملك بالحرمية يا عم ما تركز في نفسك يا عم الكويس كويس للنفسه هاد الشعارات اللي احنا في الحين بيها الشعارات دي ما بقراهاش الا في الكتب والروايات كل علمك بها ادم بص انا هرجحها كالي عشي خاطر خيال عشي خاطر عشي خاطر يسيبها كده احنا محتاجين لأي كلمة نتصبر بيها وتدينا امل مش كده خلو خلو خلح حلو مال ولد انت ايه يا بنتي؟ وبعدين معاك بقى يا علي انت بشنا هو يتجيبها البر ابدا؟ ليه؟ هو انا بعمل حاجة غلط؟ اه طبعا لو روحت اتدربتي في الجريدة دي بتاعة المعارضة ابوكي حيزعل ماما ده مستقبلي وانا حرة فيه ايوا يا حبيبتي بس ما تنسيش ان ده ابوكي ومحصوبة عليه ده الظاهر قدام الناس انما اللي انا وانتي عارفينه كويس ان ما فيش اي صلة بيني وبيني يا يا علي انتي ايه يا بنتي؟ مش عايزة تنفي ابدا؟ انسى ايه يا ماما؟ انسى النرماني انا وانتي واختي ولولا جدا لا يرحمه يعلم مصرنا كان هيبقى ايه؟ وهو ربنا سطرها والحمد لله بتنكشي ليه بقى انتي في الماضي دلوقتي؟ ماما قفليه الموضوع ده خالص وبابا اللي فرد في حقوقي وانا صغيرة مالوش اي حق فيي وانا كبير ده العدل يا ماما وغير كده يبقى ظلم مفيش فايدة فيك رأسك نشفة واللي انتي عايزة تعمليه بتعمليه طالما في الحق هعمله ولو على رقابتي انا بنت جدي يا ماما مش بنت بابا اوكي دي بتاع المهندس عمر عبد السمام دكتور مبيل دانيال مهندس رفيق حنة والدكتور ريشان تماما ودتلي جايدة وجانا وسارا؟ ودت له اوكي ودتلي ليلي واميل شوئي؟ ودت له اوكي اوكي ودتلي هيبة واحمد وشيف النمر؟ اوكي ودتليهم يا ستي تماما اوكي ده مش ناقص حد اوكي عتكون نسيت حبيل الانصاري اوكي ايه؟ نسيتها؟ لا طبعا نردت لها بتحزن يا جون كنت حموتك شاكلي كذي الامر انها عادت طب يلا نردلهم من بتايش مستعاد يلا مهندس عني ليكي خروجة تحصى النهاردة ايه؟ خروجة بيه يا جون؟ جون ده عايش حياتك عادي جدا ولا كان فرحنا بكرا؟ خلاص ايه تجد انت الخصانة اوه تحضر للفرح ماشي هاي بوش ايه؟ ده مون؟ لا لا شافتك لا احنا عايش شافتك دول بقى لي كل الذكرة حسنا حلوين؟ قوي يا حبيبتي مبروك مبروك يا نون وتجنن مبروك يا جو الله يا بارك يا جو ده زوء جو على فكرة وانا بقول زوءها حلوة قوي قوي كده ليه؟ ده عشان حضراتك بتحبيني بس يا انكل بتقول كده نعم ان احتي انا بحبك انا كنت بحبك ليه كده يا انكل بس انا عملت ايه؟ عملت ايه؟ ده انا مش طيقك يا انكل ده انا بغير منك اقصى عليك يا بابا ليه كده؟ ليه كده؟ علشان هياخدك مني يا حبيبتي بقى انا اتعب وشأة وقى ربي والأساس كده هياخدك كده جاهزة ده عشان ربنا بيحبني بس لزقني بناس كويسين كده زيكم بس احنا مش هنروح بعيد يعني احنا مع حضرتك على طول وهنكون عندك على الفطار وعالغدا وعالعشا كمان اللا 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 ده انت دخل على التلاجة دغري بقى ربنا اسعدكو يا ابني ايه ده ايه ده احنا مش في الفرح على فكرة بتعيطي لي دلوقتي بقى كان نفسي شريف اخوكي يحضر اكليلي ايه ده صحيح؟ هو شريف ماتصلش خالص؟ ربنا اهديه يا ابني ويرجعه السلامة طيب بمناسبة الاكليل بقى انا عايزة ابونا بشوي هو اللي يجوزنا اما يا نونو ده لو حصل يبقى ربنا بيحبك يا نونو هتروح تجيبه اروح يجيبه ايه؟ استني بس ده ده باني سويفي انكل لا 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 مش كده يا ابني ده راجل مبروك وشرف كبير قوي ليك انك تروح تجيبه بنفسك ماشي بس امتى اروح ده ده الاكليل بكرة مانيش دعوة تصرف وبعدين يعني ما نشوف حد قريب طيب يروح يجيبه اللى احسن يتعب بني في السكن انتم تعرفينه سنه كبير ماشوان خاطر يا J抓 انا وعدة من اونا صغيرة قد كده ان هو اللي هيجوزني تخرسة زيالتين طراما دي امنية يعني وعد انا هجيبه عشانя بحبه ايوه كده اسمع كلامها زي من جوجو بيسمع كلام ايوه نورتنا يا ادم يا ابني بنا خليك اموانا ايه مالك ادم فيه ايه مش حارف مالي داميري وجعني كده فجأة بقولك يا هنة بصراحة يعني انا محرج منك بالنسبة اللي حصل يعني لما حضرنا بعض اقصد يعني لما انا كنت مخنوق وترميت في حضنك لا عادي يا ادم فيش حاجة احنا اخوات اخوات بصي انا انا طول عامري بقصص لك اواخت بس مساعدة محضنتك حسيت بحاجة حاجة حاجة ايه زي ما يكون كده كل واحد فينا ساب ساب حاجة عند التاني ساب انت حسيت انا بسلح ساب لا انا بكامل الجملة بكامل الجملة طب تفضلي بقية تيلي انا سبته سعب يا اده مش هقدر اديهولك شوفتي انا نسبت حاجة طب انا لازم ممشي اه مش عارف دميري مال من مجد ما تستهبلش مجد يا انا انت حسيتين بس ان انا حسنه بس انا خايفة يا اده من ايه؟ خايفة يكون ده مجرد احساسه هيروح لحيله هو اتعبانا بعدين اتعبيت يا اده تمالك محساني ان انا هيحي اخولي يا هانا يما استاني شوية بنتكلم على البيني انا فاهم انا بقولك واسه اه اه انا بازم اطول اه بس بعمل اطلع بقى يا سادر اه 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 انا اختي النهاردة بقى فتكات عملالي حت الدين اكلة محش بورق الخاص يا سلام يا سلام يا فتكات اختك الا قولي يا عمورة انت ليه ما تجوزتش لحد دلوقت؟ بصحة متأخر نعم مش فاضي يعني هتجوز امتى؟ وراك ايه يعني؟ مفيش بالليل بقى عود الالعب دومان او طاولة وبالفجرية كده اروح داخل على النت بقى شات مع اصحابي كده شات؟ اه وبعد انت بتلفي والدولي على قافة تكاكل الصبح اوزي حاجة عاوزي تقولي حاجة؟ بصراحة بصراحة انا جايبها لك عروسة من ايه؟ من ايه؟ ده انا جايب يمبالحة الخاصية بالتقسيط الاختي عشان تعشان ما من انت بتحلامه ولا ايه؟ لا ما العروسة اللي انا جايبها لك عندها شقة في ارض اللوة ومحوشة لها قرشين تبني اتكلم جد؟ ايوه ايه؟ يعني عمي معاه فلوس كتير؟ ايوه يعني مرتبك هيفضل ليك وهي بقى مش عايزة منك اي حاجة غير بس شوية حنان حنان؟ ده انا ما عندي شال حنان ده ربنا كان مني شعري ووداني حنان ومشاعر عمال كده مرمطهم عنات تقولي الليل ايوه كده يا عريس اه.. وعروسة ليت يعني عندها ادي كده تلاتيناية ستناية ستناية وفا أرض اللوى دي أهدى من اللوى نفسه وبعدين ان شاء الله دي أكتب عليها فين في القرافة؟ واللي هيشهدوا على الجواز بتاعنا اتنين حنوطية ولا ايه؟ الشر برا وبعيد متفاولش تفاولش ازاي؟ دي واحدة ست دي كانت ست انت عازل جوزانة تتورط فيها دي ولا ايه؟ الله مادام في الفورمة ولسه بسحيتها إيه المنع بقى؟ فورمة مين؟ اذكروا محاسن موتاكم لأ بقى أنا مسمح لكش إن انت تشتم حماتك حماتك؟ اخسع ليك يا فتكات اخسرت العشرة اللي بين وبينك ده المكتب لازي في المكتب عاوزة تجوزين يا حماتك أمورة ده جميل عمري ما حنساولك دي مأجرة شاقتها وقاعدة معانا بحجة إنها وحدانية أنا قلت أجوزها بقى وتحل عني حلها خليها تحل في أي مكبرة جماعية بعيدة عنك حرام عليك يعني انت عايزة تشيليها من دماغك وتحطيها على دماغي أنا لأ مش عايزة تجوزة دي عمورة أنا بها دي لك هدية دي عندها شقة وعندها فلوس ومش عايزة منك أي حاجة في الدنيا ويمكن كمان تديه لك لأ مش عايزة تجوزة دي مش عايزة تجوزها أنا كده زي الفل أنا عايز مع نفسي كده زي الفل خلاص يا خول خليك مع نفسك كده زي الإردابوديل آه إردابوديل هقعدك الموزوزاني كده واطلطط على البلتكنات في الشقة براحتي خلاص؟ آه سلامتك يا عمورة رامبو الله سلامك يا حبيب رامبو تفضل كل سنة وأنت طيب إيه دي؟ هدية عيد بلادك دي بقى ساعة أصلي مش ملزاي المضربين اللي بقديم للعيال امسك إيه دي إيه دي يا ابني إيه دي؟ خلاص هاد إيدك التاني يا ابني استنى أنت إيه تشبوكني وإيه؟ ها 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 شكراً يا كيمو بس أنا مش حاضر أخذك إيه الأتامة دي؟ ده بدل ما تخذني بالأحضان وتقول لي مرثيها صديقي على الهداية الحلوة اللي أنت كنت قال لي دي؟ ما هي عشان حلوة قوي وغالية قوي أنا مش حاضر أرد لك واحدة زيها بعدين أمعلم كل سنة وأنت طيب الحلوة اللي أنت غبتها دي؟ والله عندي أغلى من مئة هداية طيب والله العظيم تلاتة لما قد تلت الشهر في الأرض دلوقتي مئة حتة والتعريفني بقى مجنون وعمل وعدين يا أخي ده النبي يقبل الهداية؟ إيه البس بقى بلاش بقى؟ يا بني إيدي إيدي يا مجنون إيه البس طيب إيبس لما صلى عليك يا نبي حلوة صح؟ بس دي مش حصلة مع لي تفهمك أنت إيه ده إلحي إيه أنا؟ بص يا لو إني أونلاين إيه ده دلوقتي وليد لا سيبولي أنا بقى ندور عليه ونطلع على المصر حلوة يلا ندور يلا ندور فو ده معلم تستخدم أنت فينك يا بنتي؟ بجد أنا زعلان وقافش جدا جدا لي بس يا لولي يومين ما سمعش صوتك ومعرفش عنك حاجة بتعملي إيه بجد حرام عليك صدقني يا لولي أنا بتقطع أكتر منك بس كان لازم أبعد لأنني بدأت حيسي إني بقى ضعف بقى ضعف بقى ضعف أه إيه؟ ضعفت بقولك يا لولي مش هكلمك تاني أنا بصراحة حسة أنني بخون خطيبي أنا لسا فاستخدش هطبتي أنا حسة أني بخونه 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 إلحاء الزبوري تاري جارة الزبوري تاري جارة خالي ها؟ دورو أنت بقى معلم لأنه عارف صوتي يلا نور يلا نور ما تنطق بقى الله يخرب بيتك على بيت رماتك المتخوكة حتطير مننا الموزة هاي ممكن أتعرف عليك؟ أه تي مين؟ أنا مونيكا مونيكا؟ تي مصرية مونيكا؟ نص مصرية ونص إيتالية أموت أنا في الإسباكتتي دا الليلة حتبقى صلصة ممكن أسألك سؤال؟ حضالة عسلية بيئة قوي هو أنت قال لي نوع من أنواع الرجالة هاي نوع إزاي مش فهم؟ يعني أني فصيلة ما فصلت الرجالة فصيلة إيه؟ أنت بتكلمي كلبي لولوة اللي إيه؟ أنا أنا فرعوني قوكازي أوه قوكازي أموت في القوكازي يا نيازي لا مونيك أنا مش اسمي نيازي أنا اسمي عامر ما أنا عارفة بس أكدت أصلاك شاب هو قوي زي مين يا مونيكا؟ خطيب المرحوم نيازي الله يرحمه هو مات؟ آه بس إتشاب هو قوي 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 هو بيموت وأنا صوت يدي على طربة ليه؟ أنت عندك كاميرا؟ للأسف لا مونيكا يا خسارة الحلو ما يكملش لو كان عندك كاميرا دلوقتي كان زماننا فتحنا وشوفنا بعض بكرة بكرة من طلعت الشمس عيكون فيها أنا كامس كاميرات بس توريني بقى كل حاجة شكلك شائي وأنا بموت في الشقاوة لا أنا كده على طول شائي طب يا ريت بقى تفتح الكاميرا كده وتوريني حادة وريني الدبوس يا موني وريني الدبوس مين دي يا موني؟ لي هي هايدي بنت خالتي؟ سيألين لها عليها بقى وخاليها توريني دبوسها مش أنا متجاب كاميرا الأول بس بقولك ايه أنا ممكن أبعات لك صورتي تسبيره كبيرة هرسو أخوه بنيل ده انت حلوه هوا مونيكا لما أنا مش هقول من النهار ده بقى من هنا إلا لما شوف دبوسي كه دبوس هايدي فيسو حبيبي كويس إنك جيت أنا جيت حمد الله على السلامتي بقول لك كنت عايزة فلوس فلوس؟ ليه؟ مفيش رايحة للكوافر وبعدين هعزة على ماما عشان ناخد البنت البنت؟ طيب وإيه اللي ود البنت عند ماما أساسا؟ مفيش كان عنزة أبان داي الصبح فماما عادت أخدتها من الحضانة كمان؟ يعني أنت ما شفتيش بنتك من الصبح؟ فيه يا هشام هي في الشارع دي عند ماما وبعدينها من حق إننا نخرج واتفسح ولا عايزة نبدل محبوسة ممين أربع حيطان يعني والسواء الحيوان ده قطب تغيهولي قبل كده مئة ألف مرة دي عمل إيه؟ مئة مرة قوله ما ينامش في العربية هم مستنيني عشان بيخلي ريحتها تقرف كمان حتحاس بالراجل على النومة؟ ده قطر ألف خير نملاحي على مشاوير الجنب شغل الداخلية ده أنا اللي اسم السواء بتاعي ما بشوفهوش أصلا خلي في قلبك شوية رحمة يا منار حنيتك دي اللي حجبنا ورا أنا جعان قيت له بديلابري نعم هو أنت كمان ما طبختيش ده إيه لعيش الزفت دي؟ يا حبيبي يا الخدامة مش نفسها يوم تاخد أجازة ولا إيه؟ يوم واحد بس يا مانال يوم واحد؟ ده أنت الأسبوع كله ما بتطبخش غير يوم واحد وبعد محيلات ومنهدات ويا حبيبتي عشان خطري بحب أكلك بكره أكل برا برجع من شغلي تعبان مش كده يا مانال؟ يا حبيبي أصل الطبيخ ده مزاج وأنا ما تحودتش أعمل حاجة إلا مزاجي وأنا مش مدامني مزاجي كمانال؟ يعني هو الطبيخ اللي حيبينلك يعني غلوتك عندي ثم قال إيه تاني؟ طب الأول إيدك على 500 جنيه ولما أرجح أبقى أقولك 500 جنيه؟ فين مصروف البيت؟ اشتريت بيه جازمة فوستان إيه؟ هناكل طول الشهر جازمة فوستان؟ ويا طرح هنحل بإيه؟ توق شعر؟ يا حبيبي عندك الكريت كارد يعني وبعني الأكل يتدبر أمره لكن بصراحة جازمة والفوستان كانوا لقطة ولما كنتش جبتهم كنت حبقى متضيع قوي جيتك بعد 500 جنيه يلا خليك حلو خليك حلوهاتهم؟ وانا أقعد بإيه؟ يا حبيبي أنت قاعد في البيت مش نزل الشارع لكن أنا اللي نازل أشتري حاجات في الشارع عايزني يعني أتبهدل قدام الناس والله ما تشتريش عشان ما تتبهدليش يعني أفرض حصل لي أي ظرفة طرق في الشارع ساعتها أعمل إيه؟ وأنا مراد هشام بيه مذكور بجلالة أدرو عايزني يعني أتحوق للناس؟ يا دي هشام بيه مذكور بجلالة أدرو اللي عامل لي بله في نفوخي ده أنا كرهت إسمي بسببك يا شيخة يلا بقى خليك حلوهاتهم يلا طب بصي أنا هديكينتين جنيه بس أوكي؟ أقل من 500 نوع طب وأنا قلت بديليفري بإيه؟ استح لك علبة تونة وبعدين يا حبيبي الديليفري مش بواس عشانك وبعيني تدخنت قوي محتاج تخس باي باي يا بقيت كده مناني؟ قلب تونة؟ أنا على الأخل إزاي منأكل قلب تونة؟ ماشي يا باي ماشي يا باي ورد والله ورد خلاص بقى مزليش وهي زعل من إيه؟ يعني شاط اصابت عليك يا مباراة سد اي ناس أنا من علادي في الشغل غير عادي حقيقة لأيه عادي هو ايه الجديد بص انا بكلمك ازاي وانت بكلمين ازاي انا ما قلتش حاجة غلط انا قصدي يعني ان انت دايما مشغول بس كده انت شايف حاجة غير كده انا شايف ان انت متغيرة حبيتي من نحيتي مش انا اللي اتغيرت يا سيف انت اللي اتغيرت سيف الحديد يا عمرو ما هيتغير ابدا عمرو ما هيتغير يا سيان بتغيقلك بص لحياتنا كده من بره انت هتعرف الفرن مالا حياتنا ما زي الفل ايه من بره من جوه والف واحدة تتمنى تعيش عاشتي ديه بس انت بقى اللي عاملة نفسك مش اغتبالك بطل بقى بطل بقى تفكر في نفسك بأنانية وبس فكر فيها شوية فكر في احساسي في مشاعري مشاعر ايه والورد ده ايه مش مشاعر ده مش بالورد يا سيف بيه بالورد ايه بالحب بالحنية بالمعاملة الطيبة بقولك يا سيف انا تعبنى وعايزة ناب شكرا شكرا